برج الأسد نجم الشهر بتاعنا الشهر ده وصورته ظهر على شاشة نجم وأسد وبرنس كده حاجة ما جاتش يعني روزي أبوزة فعلا علامة من علامات السينما المصرية 3 أغسطس 1926 هل في أرقام ودلالة على شخصيته وإبهار الناس اللي كان بيعملوا والستات كلها بتحبوا كان حالة وأيقونة أنا بقول إنه هو مش بس الستات كانت بتحبوا لأ كمان الرجالة كانوا بيحبوا فهو معشوق النساء والرجال فرقم 3 في ميلاده ده رقم المشتري فده بيخليه محب جداً طموح محب للتوسع جداً فممكن نقول إنه طموحه كان محليه كمان في العلاقات النسائية طموح هو محب للتوسع فكان يعني هو تجوز المعلوم عندنا إنه تجوز خمس مرات لكن هو يعني برضو ده الجوازات لكن هو كان متعدد طبعاً العلاقات العلاقات ودايماً أنا بشوف إن الأسد رجل الأسد هو رومانسي طبيعته عاطفي جداً فعيس طول الوقت عاطفة طول الوقت هو بيحب هو طول الوقت في حالة حب بس كمان هو مشوش العاطفة فممكن مشوش العاطفة دي هي السبب إنه هو كان بيطلق على زير النساء بتزوء تجوز كتير حب كتير هل ده السبب؟ هو آه طبعاً يعني مش بحب كلمة زير نساء هو معشوق النساء معشوق النساء فلكن هو بيحب كتير أنا بشوف إن الأسد بسبب رومانسيته إنه بيخلط الرومانسية ساعات بعلاقات غير مشروعة فاللي هو باسم الحب هو ممكن يدخل في عدة علاقات في هذه علاقة فيبنى للناس اللي مش فاهمة طبعاً إنه هو زير النساء ولكن هو بحبه هو بيحب بجد هو بيبقى في الحالة دي هو بيحبه بجد بس ممكن بعد شوية يغير رأيه يعني أنا دايماً أقول هو الست اللي بتحب أسد هو ممكن يرفعها لأنه هو الرومانسية اللي ممكن تحلم بها أسد لكن هو ممكن يرفعها لسابع سماء وتسحى تاني يوم تنزل على جدور قابل بالضبط ده اللي هنشوفه بعد شوية لما نقول أسماء طبعاً الجاملات جاملات السينما المصرية اللي حبهم رشدي أبوزة سامية جمال موقعية خمسة مارس صباح عشر نوبمبر أبراجهم هنشوف الكيميا بتاعتهم معاها إيه كل واحدة تجوزها ولكن ما كملش معاه نبتدي سامية هو تجوز تحية وتجوز بعدها تحية كريوكة أه طبعاً وتجوز بحدة أمريكية اللي هو جاب منها بنته وبعدين سامية برج الحوت وصباح العقرب طيب بما أننا معنا صورة صباح على الشاشة نبتدي بصباح طيب طباح تجوزها أسبوعين فإحنا لسه كنا بنقول لسه بنقول أن العقرب والأسد بينهم حب جنوني فهو ممكن يعني ينجذبوا البعض جداً وبعد كده يكتشفوا كم من الاختلافات اللي موجودة بينهم لكن برضو ما يمنعش أنها صباح قالت أنه أفضل أزواجها هو كان رجي أبو يعني هي جوزت كتير جداً ورغم كده هي قالت أفضل زوج اتجوزته ورغم أنهم أسبوعين بس لكن قالت أنه هو كان أفضل زوج نفس الحكاية كل زوجاته كلهم اجتمعوا في أنه هو أفضل زوج سامي يا جمال خمسة مارس يعني حوت صح؟ وسمي يا جمال وصح حي لو أنا مخطئة كان بيقال عنها أنها أكتر وحدة فعلاً حبة رجي أبو زهي وتحية كاريوكة تحية سامي يا جمال دايماً إذا اقترن اسمها برجي أبو زهي حب فضية وأكتر وقت يعني ما فيش جوازة قاعدت السنين دي كلها قاعدوا 17 سنة 17 سنة كثيرة وتحملت خياناته فده عمر طويل يعني فالحاجة الوحيدة اللي خلتها طلبت أنها تنفصل عنه وهي بعد ما تجاوز صباح لكن فضلت 17 سنة بتحب حب ولما مات هي راحت عند القبر بتاعه قاعدت لوحدها معاها تتكلم معاه بعد ما هو توفت الحب الأفضل فهو الحب الروحاني يعني إلى الأبد حتى بعد ما انفصل هي الحوت رومانسية مرقة الحوت رومانسية وعاطفية وروحانية جداً جداً فكانت متماشية معي أشوف ده لأن الحب زي ما كنا بنقول برضو في علاقة الحوت بالأسد إن فيه بينهم الحب هو نقطة التقاء هما الاتنين رومانسيين جداً فهو ده نقطة الالتقاء بينهم رغم الاختلاف يعني رغم أنه الأسد قوي وبيعبر عن مشاعره بقوة لكن هي نعمة وبدعرف تسيطر بنعومة بنعومة الأنسة من غير ما هو يحس يعني هي ممكن تحسيته أنه هو الملك وهي المسيطر وهي المسيطرة ممكن نقول سؤال بالعكس يعني ليه بدل ما نقول ليه هو حب النساء وكان عنده علاقات ممكن نقول ليه النساء عشقت وحبت رشدي أبازة طبعاً أقول لأنه هو الشمس هو كوكبه الشمس هو نجم يعني الشمس في المجموعة الشمسية هي النجم اللي بتدور من حوله الكواكب فطبعاً هو عنده موهبة من عند رب إنه يعرف يجذب له يجذب الحوالي وخصوصاً طبعاً الجنس الآخر الجنس الآخر زائد إنه هو رومانسيته بتخلي أي امرأة بتبقى سعيدة بمشاعر الحب اللي بتعيشها معاه حتى لو كانت مش هتكمل بس يكفي إنها عشتها عشتها ده برج الأسد رشدي أبازة هنروح لحد فتحدي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر